ميقاتي يدعو إلى عقد المجلس الأعلى للدفاع الأحد ويدعو القيادات السياسية إلى رفع الغطاء عن المخلين بالأمن في طرابلس قطع رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي زيارته التي كانت مقررة إلى مدينة نيس الفرنسية بعد روما عائدا إلى بيروت لمتبعة تطورات الأمنية الطارئة في طرابلس فالتقى لهذه الغاية قائد الجيش العماد جان أهوجي الذي أطلعه على التدبير التي يتخذها الجيش في المدينة والتقى ميقاتي أيضا المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء شرف ريفي ليعقد بعدها اجتماعا ضم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل واللواء ريفي حيث تقرر أن يتوجه شربل إلى طرابلس لترأس اجتماع طارئ لمجلس الأمن الفرعي في المدينة ميقاتي أكد أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية يقومان بواجبهما كاملا في ضبط الوضع في طرابلس ومنع الإخلال بالأمن وقال إن الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على السلم الأهلي وتفويت الفرصة على المستضين في الماء العكر إلا أن هذه المهمة الوطنية تحتاج نظرا لظروف الراهنة إلى تعاون جميع القيادات اللبنانية التي عليها أن تترفع عن الاعتبارات الذاتية والحسابات الضيقة وتقدم مصلحة الوطن فوق كل المصالح وترفع الغطاء عن المخلين بالأمن داعيا أهل طرابلس إلى التعاون مع الجيش والقوى الأمنية وفي رد غير مباشر على هجوم النائب معين المرعب على قائد الجيش شدد الرئيس ميقاتي على أن استهداف الأجهزة الأمنية بالحملات السياسية له مردود سلبي لأن ما من دولة يمكن أن تقوم إذا كانت قواها الأمنية مستهدفة بقصد تعطيلها رئيس الحكومة اتصل برئيس الجمهورية الموجود خارج البلاد وتحديدا في اليونان وتقرر بصفته نائبا لرئيس مجلس الدفاع الأعلى أن يدعو إلى عقد اجتماع لهذا المجلس عند العاشرة من صباح الأحد المقبل في القصر الجمهوري لبحث الوضع الأمني في طرابلس إلا أن هذا الاجتماع ليس الاجتماع الأول من نوعه الذي يبحث الأمن في طرابلس فهل يكون مثمرا على عكس الاجتماعات السابقة من السراي الحكومي جويس عائي أم تي في